السلام عليكم أنا محسن وجئت أخبركم عن ما حدث معنا بعد توقف زواج علاء مع السكرتيرا صار يائسا وكئيبا وبدأت حالة من الفتور علينا جميعا بينما عادت السكرتيرا إلى العمال بعد أن اعتذرت منا وقالت بأنها كانت تحت التهديد ذات يوم اجتمعنا نحن السلاثة ورأينا كمية الهم التي تبدو على وجه علاء علاء ما رأيك أن نذهب للعمرة ستتحسن نفسيتك وسترتاح فكرة جيدة وحتى أنا أريد ذلك ليس الآن أنا فقط أريد البقاء وحدي لكن لا تنتظرانني اذهب أنتما حاولنا معه كثيرا لكنه رفض الذهاب فقررت أن أذهب أنا ورمزي ونتركه ليرتاح جهزنا حقائبنا وانطلقنا نحو السعودية ومباشرة إلى مكة أدينا مناسك العمرة وتجولنا بين الشوارع والطرقات وزرنا المسجد النبوي قضينا عشرين يوما هناك وعدنا إلى أرض الوطن وكان أول ما فعلناه أن توجهنا إلى صديقنا علاء وقدمنا له الهدايا التي أحضرناها له وكم كانت فرحتنا كبيرة حينما وجدناه قد تحسن وبعد أيام عدنا إلى الشركة طلبت من السكرتيرا أن تقدم لي الملفات أحضرتها إلى المكتب ثم غادرت جلسنا نراجعها وكم كانت صدمتنا كبيرة حينما اطلعنا على الأرقام يا إلهي ما كل هذا لقد حدث هذا خلال غيابنا لكنها اختلاسات كبيرة نظرنا إلى علاء فقال لا تسألوني فلم أتي للشركة طوال فترة غيابكم ولا أدري من سحب كل هذه الأموال لا يمكن لأحد أن يصل إلى حسابات الشركة غيرنا سأنادي السكرتيرا لأحقق معها وأسألها من دخل المكتب في غيابنا وأنا أترككم لأن عندي مشوار غادر علاء فقلت لرمزي لا بد وأنه لا يريد لقاءها بعد الذي حدث نظر إلي رمزي وقال هل تفكر فيما أفكر؟ ماذا؟ لا تقل لي بأنك تشك بعلاء مستحيل هو لن يفعل شيئا كهذا قمت بسرعة وناديت السكرتيرا فأتت وقالت هل من مشكلة؟ نريد أن نعرف من دخل إلى حسابات الشركة في غيابنا لا أحد غير علاء يا سيدي لكن علاء قال بأنه لم يأتي إلى الشركة طوال فترة غيابنا اندهشت السكرتيرا وقالت ولكن لما يخفي عليكم شيئا كهذا لقد جاء وأخذ بعض المال وحين سألته ما الذي أكتبه إلى جانبه كاد يضربني وقال لي أنا المدير هنا ولا شأن لك بما أفعله لا تكتبي ذلك فأنا أدفع ديون زفافك الفاشل ولكن لم يكن له ديون فقد سددنا كل مصاريف زفاف من الشركة هذا غريب لما يفعل علاء هذا؟ غادرنا الشركة وبينما أنا ورمزي في السيارة إذ قال علاء صديقنا وعلينا أن نتأكد منه أخاف أن يغضب منا أن يغضب منا خير من أن يبقى هذا الموضوع غامضا وتزداد الشكوك فالشك يمحو الثقة وفقته الرأي وأخذت هاتفي واتصلت عليه علاء هل يمكن أن تأتي إلى الحديقة؟ هل حدث شيء ما؟ نعم أحتاجك في موضوع مستعجل سأنتظرك في المكان المعتاد حسن موافق سأتي بسرعة وصلنا إلى الحديقة فجلست أنا ورمزي على الكرسي وانتظرنا قليلا حتى جاء علاء ومن دون مقدمة قام رمزي من مكانه وقال لقد خنت الثقة التي بيننا ما الذي فعلته بالمال الذي أخذته من الشركة؟ لا بد وأنك تهذي لم أكن بحاجة إلى المال ولم أخذ شيئا كل الأمور واضحة لقد رفضت الذهاب معنا للعمر وبغيت خلفنا تفسد ما بنيناه معان وفجأة لكمه علاء فسقط رمزي على الأرض فقمت من مكاني وسعده على الوقوف إن كنت تفكر بهذه الطريقة فأنت لست صديقي توقف عن هذا النقاش العقيم أهكذا يتناقش الرجال؟ قام رمزي هو الآخر بلكم علاء وقال بل هكذا يتناقش الرجال فصلت بينهما بصعوبة وقلت توقف وإلا سينتهي كل ما بيننا عدى إلى رجدكما هل صرتما مراهقين؟ أعطني دليلاً واحداً يثبت أنني الفاعل كيف أعطيك دليلاً وأنت طلبت من السكرتيرا أن لا تكتب ما سحبته؟ اندهش علاء وجلس على الكرسي وقال تلك الوقحة الكاذبة ما الذي لفقته لي يا ترى؟ علاء صديقي لن يحدث شيء إن أخبرتنا بالحقيقة كن صادقاً معنا حتى نجد من سحب المال لأنك تحدثت معي بهدوء يا محسن فسأرد عليك بهدوء أنا لم أذهب إلى الشركة طوال فترة غيابكما ولم أخذ المال ولو كان رمزي من سألني للكمته مجدداً إذا لم تكن أنت فمن يكون الفاعل؟ ولماذا تكذب السكرتيرا؟ تكذب من أجل الانتقام قررنا التحقيق من أجل الفاعل افترقنا لإنجاز المهمة رمزي توجه نحو عمال الشركة للتحقيق معهم وأنا توجهت إلى البنك لأتحقق من حساب السكرتيرا بينما لا أدري أين ذهب علاء عند وصولي إلى البنك أخبرني العامل هناك بأن حساب السكرتيرا تفارغ إذن لم تكن هي الفاعلة وأما رمزي فقد أخبره العمال بأن علاء لم يزور الشركة خلال غيابنا اتصلت عليهما لنلتقي التقينا في أحد المطاعم جلسنا نفكر والابتسامة لم تفارق وجه علاء حسابها فارغ أين المال إذن؟ والعمال يثبتون عدم ذهاب علاء للشركة ماذا عنك يا علاء؟ أراك مبتسما هل وجدت شيئا؟ نعم وجدت شيئا قد يقودنا إلى الفاعل لقد راجعت كاميرات المراقبة ورأيت أن والد صديقنا منير رحمه الله كان يتردد كثيرا على السكرتيرا وأظن أن السر يكمن هنا والد منير موكل يأخذ نصيب ابنه لماذا فعل هذا بنا؟ ولما أخفت السكرتيرا فعلته؟ الجواب كان عند السكرتيرا اجتمعنا حول مكتبها فتفاجأت أيتها المخادعة اعترفي حالا أين أخذف المال؟ لقد أخذته أنت يكفي تلاعبا بنا فقد راجعنا كاميرات المراقبة ورأينا والد منير ما الذي كان يفعله هنا وما علاقتك به؟ لا أتذكر جيدا أظنه كان يسأل عن متى يستلم راتب ابنه لقد اتصلت به ليأتي وحينها سنكتشف إن كنت تقولين الحقيقة وصل والد منير دخلنا المكتب جميعا وبذكاء قلت لقد أخبرتنا السكرتيرا بكل شيء ما الذي فعلته بالمال يا أبا منير؟ صدم بكلامي بينما بدأت تشير السكرتيرا إليه برأسها لكنه لم ينتبه لها والتزم الصمت كان منير إنسان صادق وأمين كنا نظن أنه تعلم ذلك منك ماذا سيكون شعوره لو كان حيان؟ هنا انهار والد منير وبدأ بالبكاء لقد أشفقت على حال السكرتيرا فساعدتها لم أكن أنوي المشاركة في هذه اللعبة توقف لا تقول شيئا لم أخبرهم بشيء قال إن لم تخبرنا فزن الجز بكلاكما إلى السجن اجلس يا عمي وأخبرني عما حدث من البداية أخبرتني بأن هناك من يهددها لإحضار المال وحياتها في خطر قالت أنها ليست على وفاق مع علاء بعدما حدث لذا ستخبركما بكل شيء حينما تعودان ساعدتها في أخذ المال إلى حسابي وهي أخذته وقدمته للسيد الذي كان يهددها بدأت السكرتيرا في البكاء وقالت سامحوني أرجوكم لن أسامح هذه المرة وستدخلين أنت وعصابتك إلى السجن افعل ما تشاء فليس معك دليل أخذ علاء الكاميرا من فوق الخزانة وقال أنت مخطئة فقد أدخلناكم المكتب لنسجل كل شيء وهكذا سمحنا والد صديقنا ورفعنا قضية على السكرتيرا ومن معها فحكم عليها بالسجن لأنه مختلس العديد من رجال الأعمال وكذا بتهمة التجارة بالمخدرات علاء سامحني يا صديقي لن أسامحك لماذا؟ ما الذي تفعله؟ وهكذا نحن متعادلان سامحتك يا صديقي وتعانق وعدنا أصدقاء كما كنا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أصدقائي لا تتهموا الآخرين دون دليل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر